أطلقت من مقر الأمم المتحدة في نيويورك جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة لتتيح مملكة البحرين خبرتها من خلال هذه الجائزة بعد تجربتها على المستوى الوطني على مدى عشرة أعوام لتكون اليوم مؤهلة لاعتمادها على المستوى الدولي من أجل تشجيع الجهود الوطنية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والرامية إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها كشريك متكافأ في دفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة وسط دعم عربي وحضور عالمي أطلقت من مقر الأمم المتحدة في نيويورك جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة بعد نجاح تطبيقها على المستوى الوطني خلال عشر سنوات وكان معالي وزر الخارجية الشيخ خالد بن أحمد الخليفة قد ألقى كلمة مملكة البحرين نيابة عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرنة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله نقل فيها تحيات سموها وتهنئتها لمعالي السيد أنطونيو جوتيريز بمناسبة توليه مهام منصب أمين عام الأمم المتحدة وتمنياتها له بمسيرة عمل مثمرة كي تواصل هذه المؤسسة الدولية العريقة مساعيها من أجل المزيد من العمل لخدمة الإنسانية وتحقيق تطلعات الجميع نحو السلام والرخاء ونيل الحقوق دون تمييز أو إقصاء هذا ما تنتهجه مملكة البحرين بكل جدية الأمر الذي أتاح الأرضية الصلبة لنمو مشاركة فعالة وغير قابلة للتوقف للمرأة البحرينية في جميع المجالات ونعتز في هذا الإطار بالإشارة إلى مساهمة تبلغ من العمر ما يقرب المائة عام للمرأة في بلادي وخصوصا في مجالات التعليم والطب والتمريض والتجارة والمشاركة السياسية التي بدأت تتشكل ملامحها مع تأسيس أول مجلس بلدي في العشرينيات من القرن الماضي وقد جاء المجلس الأعلى للمرأة كآلية وطنية مختصة في شؤون المرأة ليستند على هذا الإرث والثراء الحضاري ولنصل اليوم وبكل فخر بعد 15 عام من تأسيسه برأسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك حفظها الله إلى مرحلة متقدمة من العطاء والمشاركة متطلعين ومتفائلين بالمزيد إن شاء الله ونقل معالي الوزير مرئيات وانطباعات تم رصدها من الواقع العملي في البحرين ضمن نظام مؤسسي لمتابعة تقدم المرأة وفي سياق مجتمعي يضمن لها فرص مشاركتها العادلة والمتكافئة أبرزها إن العدالة الاجتماعية تمثل بين المرأة والرجل المرتكزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف جوانبها ولا يتم ذلك إلا من خلال دمج حقيقي لمكون المرأة بناء على مبادئ تكافئ الفرص المراعية لاحتياجات المرأة والرجل على حد سواء وذلك من خلال وضع سياسات تنموية يقظة ووعية لأية فجوات تؤدي إلى هدر نصف الموارد والطاقات البشرية في أي مجتمع كما أنه لا يمكن فصل مسألة تمكين المرأة عن تمكين المجتمع ككل وقد أثبتت التجربة بأن تبني المجتمع لقضايا المرأة بشكل جمعي بهدف إتاحة الفرص العادلة وتنويع الخيارات أمامها سيتيح أمام المرأة فرصة تمكين ذاتها والتحكم بزمام حياتها لضمان عائد الاستثمار في قدرات المرأة للوصول في نهاية المطاف إلى وجود نساء قادرات ومتمكنات من النهوض بذواتهن ويطيب لنا من هذا المنبر أن نعلن رسميا عن انطلاق أعمال جائزة الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة والتي سيتم فتح باب الاشتراك في دورتها الأولى خلال هذا العام تقديراً لإنجازات المؤسسات العاملة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص أو الأفراد في دعم ومساندة دور المرأة التنموي وخلال فعالية إطلاق جائزة الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة تم التوقيع على مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التي أقيمت على هامش أعمال لجنة وضع المرأة الواحد والستين كما ألقتها للأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة كلمة للتعريف بالجائزة والتمهيد لفتح باب الاشتراك في دورتها الأولى حيث قدمت شكرها الجزيل إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تبنيها لهذه المبادرة واعتمادها كأحد الممارسات الناجحة والمساهمة في تعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي وتحقيق الأهداف الإنمائية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين إن مملكة البحرين تفتخر بإتاحة خبرتها في هذا المجال بعد تجربتها على المستوى الوطني على مدى عشر أعوام وبنجاح طيب استطاعت أن ترسد أثره الإيجابي المستجم مع أهداف وتوجهات الجائزة الوطنية ولتكون اليوم مؤهلة لاعتمادها على المستوى الدولي من أجل تشجيع الجهود الوطنية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الرومية إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها كشريك متكافئ في دفع عجلة التنمية الشاملة المستدامة وإتاحة الفرصة للتقدير الدولي العلني لإنجازات المؤسسات والأفراد في مجال تمكين المرأة وتعظيم أثر منهجية إدماج احتياجات المرأة في مسارات التنمية وتحقيق تكافؤ الفرص على واقع تقدم المرأة وأوضحت الأنصار إلى أن هذه الجائزة جاءت لتحفيز وتشجيع المؤسسات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني وكذلك الأفراد لتحقيق مقاومات التميز والريادة في الجهود المؤثرة والمستدامة بما يحقق للمرأة الاستقرار والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة في صنع واتخاذ القرار لنهضة مجتمعها وتهدف الجائزة التي تم تخصص ثلاثة أفرع لها توزع على الجهات الفائزة وتبلغ مئة ألف دولار لكل فئة إلى بيان أهمية وتأثير التزام الدول والهيئات والمنظمات من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية العامة والخاصة والمجتمع المدني بسياسة عدم التمييز ضد المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل على مختلف الأصعدة وإبراز وتقدير الجهود والمبادرات والمشاريع المؤسسية والفردية الموجهة لإدماج احتياجات المرأة بما يسهم في إحداث التغيير الإيجابي في واقعها نحو حياة أكثر استقرارا وإنتاجية بالإضافة إلى التشجيع على تبني منهجية تحقيق الأثر المستدام في تطوير واقع المرأة لتكون قيمة مضافة ضمن إطارها الأسري والمجتمعي وتحفيز المجتمعات على التفكير والعمل الإبداعي في مجال تمكين المرأة بما يحقق لها ولأسرتها ومجتمعها مزيدا من الأمن الأسري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي المرأة قصة نجاح المرأة البحرينية هذه قصة نفخر بها جميعا كبحرينيين وكعرب والآن إذا ما نقلنا تجربة نجاح المرأة البحرينية على مر العقود من القرن العواء القرن العشرين إلى الآن ونجاح المجلس لعلى المرأة أيضا كآلية حقيقية بقيادة صاحبة سمو الملك الأميرة سبيكة إذا ما نقلناها إلى تجربة يعني تستفيد منها العالم يكون مقصرين فلما يكون عندي قصة نجاح في البحرين في بلدي بهذا الشكل اللي أريد ألفت نظر العالم لها تكون المبادرة هذه الجائزة واحدة من الوسائل يعني أنا ما كان ممكن يتاح للبحرين أنها تعلن عن هاي الأرقام لوما الجائزة كانت موجودة إنه لتشجيع كبير من قبل حكومة البحرين لإطلاق جائزة لتمكين المرأة هذا هو النوع من التحرك الفاعل هو إشارة عظيمة للنساء البحرينيات وأنه لهم وجود يعتز به وأنه قد تم إسهامهم في العملية التطويرية وكانت هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة رئيسة الدورة السادسة والثلاثين للجنة المرأة بجامعة الدول العربية قد ألقت كلمة المجموعات العربية إعلان المنامة في الجلسة الافتتاحية لأعمال لجنة وضع المرأة في نيويورك بالأمم المتحدة بهدف تنسيق الموقف العربي وتحديد أولويات المنطقة حول القضايا الخاصة بالمرأة في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر